تكنولوجيا مهمة جدا يمكن حتى تصادفها بالCCIE وبالCCMP فكرتها انه نقدر داخل الروتر الواحد نسوي ادت راوت تايبل من المتعارف انه دائما ادنى بالروتر ادنا الروت تايبل واحدة يعني ما سامعين راوتر باكثر من راوت تايبل بس مع ال MPLS و مع ال ISP تحتاج او بعض الروترات يحتاجون انه يسمون راوت تايبل للكوستمرس او للزباع يعني مثل ما تلاحظ مثلا هذا راوتر عندي هنا من اقول شو اي بي راوت عندي فقط راوت تايبل واحدة اللي هي هاي امامك بس بعد ال VRF هنشوف انه الروت تايبل ممكن يكون اكثر من واحد في نفس الروتر هاي فكرة ال VRF زي اللي ايش؟ لانه ال ISP طبعا هذا الدزاين المتكامل وهو جزء من دروس ال CCIE لان ال ISP عنده جهتين مثلا او ثلاث جهات او اربع جهات يسموها ال PE او ال Provider Age هذا ال Provider Age هو يكون حافة ال ISP ويكون متصل مباشرة مع ال Client مثل ما تلاحظ هنا هذول الازرق والاصفر والاحمر هو ال Client واني سميتهم ال Client CCIE 01 CCIE 02 CCIE 03 هذول بتماس مباشر مع مع ال PE او ال Provider Age فهذا ال Provider Age الزبون هنا انا يريد عنده تابل خاص ما ممكن ال CCIE 01 يشارك ال تابل نفسها مع ال CCIE 02 فهذا يعني غير منطقي لانه لازم كل واحد عنده اشتراك وكل واحد عنده راود تابل خاص به فلذلك اضطرنا او سيسكو اضطرت انه سوفت مؤين تضمن لليوزر او تضمن انه عنده راود تابل خاصة منفصلة عن الروترات البقية حقيقة نفس فكرة ال VLAN بال layer 2 نقدر نقررها فكرتها الاساسية هو تكوين اكثر من راود تابل فكرة ال F او ال forwarding احنا عرفنا ال VR يعني اذا نسوي virtual table مثلا ليش ال forwarding لانه بالمراحل المتقدمة بعد ما تفهم هذا الموضوع سوف نقرر ثلاث تابلات لزبائن هنا موجودين يعني مثلا هذا راودر الثمانية هو شركة A وهي نفس الفرائدها هنا بالبلو مثلا شركة A كذلك فهذا يريد يرسل من نانا من هنا عن طريق ال ISP هذا هيصير موضوع اكثر ستدخل موضوع ال MPLS سيتدخل البروتوكول اخر مهم جدا اسمه ال MPPGP Border Gateway Protocol حتى يسوي التنل بين ال PE هذا ال Provider Age من هنا بهذا الاتجاه و ال Provider Age الاخر وهذا ليس مو موضوعنا حانيا موضوعنا احنا نريد نعرف ال VRF بشكل مبسط يعني الخطوة الاولى كيف هيصير ثلاثة تابلات بال PE هنا ال تابل الاول يمثل CCI01 والتابل الثاني يمثل CCI02 والتابل الثالث CCI03 كل هن ثلاثة تابلات هنا اذا المشكلة الاولى سيحليها ال VRF هو توفير اكثر من راود تابل مخصص لكل زبون المشكلة الاخرى الزبون الاول اللي هو CCI01 رادي يستخدم IP1111 و نفس الزبون الاخر CCI02 يريد كذلك يستخدم نفس ال IP111 و طبعا هي الاشكال يستخدم 192.168.1.1 فهذا استخدم هذا كذلك يريد استخدم هذا كذلك يريد استخدم ماكو شكال خلي يستخدموه الزبون بس ال CONFUSE هايجوان بال PE هذا عنده ثلاثة راود تابل بس الاشكال الاخر يقول لك كيف اميز اذا اجا ترافيك مننا 111 و اجا ترافيك مننا كذلك 111 كيف اميز الاول 111 جاية من CCI01 والثاني IP جاية من CCI02 كيف اميز هذا هذا سيصبح عنده او علامة استفهام يقول لك اوكي ادنى تكنولوجي بالconfigure مع الVRF يسموها RD راود ديستينجوشة هذا الRD يقول لك هي قيمة حجمها 64 بيت هنضيفها بالIP وهذه القيمة لازم تكون مميزة فمثلا نحن نخلي القيمة الاولى للروتر الاول او للزبون الاول مثلا واحد واحد هي تكتب بهاي الصيغة بتلاحظ هاي الصيغة هنا واحد كولون واحد تقدر تكتب اي رقم بس هي بالتالي بالنتيجة تمثل 64 و الIP الاخر هنطيه يعني الكلينت الاخر هنطيه اثنين اثنين طبعا ما تقدر تخلي متشابه يعني رأساني رفضه لازم Unique 64 واتخلي الثالث كذلك فالروتر هذا هيفهم انه صح نفس الIP ده يجي منها بس هيميزها من خلال الRD او قيمة الRD اللي هي ال64 بيت فبالنتيجة يدمج كلها سوية ويصير IP سموه VPN V4 او يسمو الIP 96 بيت بالنتيجة انه 64 بيت تزاعد 32 بيت سيطلع المجموع 96 بيت فيسمو IP 96 بيت فعالية التمييز بالنسبة للPE او بالنسبة لهذا الروتر ستستخدم من خلال الRD او قيمة الRD اللي هي يونيك مثل ما قلنا خاصة لكل زبون بالرغم من تشابه الIP الهذا سيقدر يميز بيناتهم من خلال قيمة الRD خلينا نجي نشوف هذا الConfigure الConfigure سيكون سهل بعد ما تفهم النظري حاليا خلينا نجي نشوف الConfigure ونبدي بعدها نسوي التست هروح على الروتر الاول الPE طبعا قبل ما نبدي انا سويت هذا VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 يعني من خلال هذا السويتش وخليت هاي البورت رابط بالVLAN 10 هذا البورت بالVLAN 20 هذا البورت بالVLAN 30 وطبعا هذا البورت سويته البرسويتش لانه هذا الانترفيس بالروتر الPE سيكون به ثلاثة ساب انترفيس كل ساب انترفيس خاص لزبون واحد خلينا نجي نشوف هروح على الPE روتر الProvider H اللي هو هذا config t قبل config t سوي show ip interface brief طبعا انا رابط على 01 وسويت ثلاثة ساب انترفيس مثل ما تشوف الاول مربوط بالVLAN 10 والثاني مربوط بالVLAN 20 والثالث مربوط بالVLAN 30 طبعا الconfigure بشكل سريع حتى خاف ما تعمل انترفيس f0 1 وقت لها encapsulation dot وVLAN 10 رحت على الاثنين وقت لها تابع انت للVLAN 20 طبعا مطقت ip وقت لها الثلاثة انت تابع للVLAN 30 طبعا انتبه VLAN 10 والثاني 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 لازم انت تقوم بعمل الاثنين سأقول لها exit سأبدأ أقوم بعمل vrf كيف تقوم بعمل vrf ipvrf و question mark يقول لك اسم cci01 سأقوم بعمل سيطلب مني قيمة rd او اكتب الرd الرd question mark لاحظ يقول لك هي تتجزئ جزئين مثل ما تشوف اسم مرات يفضل يكتب autonomous system اس number وهنا تكتب مرات يكتبون ip وبعدين يكملون قيمة اخرى فنجعل قيمة سهلة مثل ما شفنا 1 1 سأقوم بعمل cci01 انتبه اقوم بعمل ارجع اقوم بعمل cci02 القيمة ستختلف الرd سأقوم بعمل 22 اللي هي 64 بيت اتفقنا عليها ثلاثة 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 اقوم بعمل ورما كملت vrf واكتمل عندي هذا الموضوع اروح على الانترفيسات اربط كل انترفيس مع vrf كيف يكون هذا الموضوع interface f0 slash dot 1 اللي هو sub-interface ثلاثة ipvrf vrf forwarding ipvrf forwarding ثلاثة ثلاثة cci01 ثلاثة ثلاثة اضطي ال ip ادرس ممكن اضطي ال ip ادرس ip address 1111 255 255 255 252 مثلا لدي 2 نوات ثلاثة لاحظ قبل ip اكو شغلة صغيرة هنا دائما خلي ipvrf forwarding قبل ip 0 1 1 2 ثلاثة ip vrf forwarding ثلاثة ccie09 ثلاثة لا لدي 0 9 ثلاثة ثلاثة rete اضطي ال vrf ccie02 ثلاثة 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 اقدر ثلاثة اضطي your vrf ثلاثة اضطي اخبر ip تتخليه بال sub interface طبعا اخبر تعطي لك احد احدات إطراس ip address pack 3.1 إطراس到 any ip نفس الارار يقول لي خلي الائبي مرة اخرى حخلي الائبي مرة اخرى خلي نجي نشيك شو اي بي انرفيس بريف لاحظي ان انا عندي ثلاثة ونفس الائبي دايكون عندي بالانترفيساتها اوكي حروح على الراوتر الاول اللي هو CCIE01 اسمه CCIE01 اقول لها config t interface f0.0 اللي يمتصل بالسويتش ip address واطي 111.2 255.255.255.0 اقول لها نشد طبعا اروح على الانترفيس الاخر الافور روتر الاخر اللي هو R4 اللي هو يمثل CCIE02 config t كذلك interface f0.0 ip address 111.2 255.255.255.0 كذلك نشد وراتر الاخر اللي خاص بالانترفيس الاخر روتر 5 config t interface f0.0 ip address حيصير 111.2 255.255.255.255.0 ونشد الانترفيس الاخر دعنا نبدأ نقوم بعمل الانترفيس الاخر ومثل ما قلنا التمييز سيكون هنا ما عندش كال هنا ما عندهم هم كل الانترفيس مثل ما تشوف فدعنا نرى التسك كيف سيكون حروح على CCIE01 أولا وحقول ping 1111 طبعا كنا نريد الروح وانا على service provider يعني كل الكلاينت يريد يروح ل service provider وياتصل بيه صار عندي اتصال ممتاز الروح على الروتر الثاني اللي هو CCIE02 ping كذلك للone day وصلا ممتاز على الروتر 5 الأخير ping أو الروتر CCIE03 كذلك وصلا كذلك يصير عندي اتصال ممتاز دعنا نرى الروح 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 ping 111.2 طبعا ما في reply لماذا؟ لأنه لا يعرف يرسل هذا الping من السورز لديه ثلاثة ثلاثة مثل ما تشوف هنا فالping الطبيعي ما يشتغل بالبروبايدر لازم تسوي ping لل VRF CCIE01 وادخل 111.2 راحب قدر يوصل لأن العرف المصدر مالتش نوع هذا يسمى ping through VRF أقول ping VRF CCIE02 و على 2 يقدر يوصل للراوتر الثاني أو CCIE و أقول كذلك تقدر توصل للثلاثة أو CCIE3 يوصل بس show IP route VRF CCIE01 لاحظ هذه route table الأولى الخاصة ب CCIE01 ممتاز show IP CCIE02 راوتر table الثانية الخاصة بالراوتر 2 show IP route VRF مثل ما نشوف الآن احنا أمامنا 3 route table 3 route أدنى الأولى خاصة ب CCIE01 والثانية خاصة ب CCIE02 2 والأخيرة مثل ما تشوفناها خاصة بال CCIE03 table إذن VRF مثل ما تشوف يوفر 3 route table كل route خاص ب client مع IP كيف يميز بينهم من خلال RD أو 64 bit ال RD التي ضفناها من خلال VRF طبعا تريد توسع الموضوع وتريد هذا VRF ذول الثلاثة يعبرون من خلال ISP حتى يشوفون جماعتهم أو أصدقائهم بالاتجاه الآخر من خلال ISP لازم نشتغل MPLS cloud لازم نشتغل MP PGP حتى نقدر نسوي Tunnel بين هذا PE وهذا PE حتى نقدر نسوي و 3 راوت تابل مننا نوديهم على الاتجاه الآخر هذه فكرة سريعة لل VRF أتمنى تكون واضحة أو فكرتها واضحة تقدر تطبق نفس هذا اللاب لا يحتاج كل الراوترات فقط أربع راوترات مع السويتش مثل ما ذكرنا لموضوع VLAN هل ممكن استخدم serial ممكن ممكن أي نوع من أنواع الكنيشن بس الفكرة هي نفسها شكرا جزيلا للمتابعة والسلام عليكم ولد نفسها نفسها هذه ملكة أنظ皆さん